أعلن رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج اليوم الأربعاء بأن بلاده ليست بحاجة لقوات أجنبية على الأراضي الليبية من أجل مساعدة القوات الحكومية التي تقاتل تنظيم دعش بكري وقال السراج في مقابلة مع صحيفة كوريير دي لسيرا الإيطالية بأنه طالب فقط بضربات جوية أمريكية بحيث تكون محدودة في الزمان والمكان مضيفا بأن القوات الموالية لحكومته قادرة على إنجاز المهمة بمفردها بعد الحصول على الغطاء الجوي الأمريكي اللازم وتأتي هذه التصريحات في وقت كشفت فيه صحيفة واشنطن بوست عن وجود قوات خاصة أمريكية تقدم دعما مباشرا للقوات الليبية على الأرض وذلك في إطار الحرب التي تخوضها ضد تنظيم دعش البكري في مدينة سيرت تفاصيل أخرى في الورقة التي أعدها محمد أبو سلطان جنود من الوحدات الخاصة الأمريكية قدموا للمرة الأولى لإسناد مباشر للقوات الليبية التي تقاتل مسلحي تنظيم دعش البكري في معقله بمدينة سيرت شرق العاصمة طرابلوس وذلك بحسب ما كشفت عنه مؤخرا صحيفة واشنطن بوست ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين لم تكشف عن أسمائهم بأن جنود الكوماندوز الأمريكيين يعملون انطلاقا من مركز عمليات مشترك في أطراف سيرت المدينة الساحلية الواقعة على بعد 450 كيلو مترا شرق طرابلوس وهي المدينة التي يسيطر علي التنظيم الإرهابي منذ شهر يونيو حزيران عام 2015 وأضافت الصحيفة بأن الجنود الأمريكيين يعملون بالتنسيق مع نظرائهم البريطانيين على تحديد مواقع الضربات الجوية وتزويد شركاء بالمعلومات الاستخبارية كما نقلت الصحيفة عن ضباط موالين للحكومة الليبية وعن مسؤولين أمنيين غربيين بأن جنود أمريكيين وبريطانيين يرتدون الزية العسكرية المرقط وسترات واقية من الرصاص شهدوا مرات عديدة في مدينة سر من جانبه قال روبين ماك الناطق باسم القوات الأمريكية في أفريقيا أفريكم بأن أعدادا صغيرة من العسكريين الأمريكيين ينتقلون بصفة مستمرة من وإلى ليبيا لتبادل المعلومات رافضا توضيح مزيد من التفاصيل ورأت مصادر ليبية لم تسمها الصحيفة الأمريكية بأن وصول قوات خاصة أمريكية وبريطانية إلى قرب خطوط المواجهة المباشرة في سيرت يعد إشارة إلى تحضيرات كبيرة يتم الإعداد لها من أجل دخول المناطق التي ما زال يسيطر عليها المسلحون الإرهابيون وسط المدينة الساحلية كما قالت واشنطن بوست بأن وجود قوات أمريكية على الأرض قرب خطوط المواجهة مع تنظيم داعش البكري يؤكد خطورة وأهمية العمليات العسكرية الجارية هناك من جانبه لم يعلق البنتاجون على ما أوردته صحيفة الواشنطن بوست إلا أنه أعلن في وقت سابق بأن فرق أمريكية صغيرة تساعد في إطار العمليات الاستخباراتية في ليبيا وذلك بعدما أعلن الأسبوع الماضي عن شن ضربات عسكرية على سيرت استجابة لطلب من الحكومة الليبية وبدأت الولايات المتحدة يوم الاثنين الماضي تنفيذ ضربات جوية ضد مواقع وآليات للتنظيم الإرهابي في المدينة بطلب من حكومة فايز السراج المدعومة من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ويشار إلى أن إيطاليا كانت قد أعلنت في وقت سابق بأنها ستسمح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها ومجالها الجوي لشن ضربات في سر وكان الناتق باسم عمليات البنيان المرصوص العميد محمد الغصري قد أعلن يوم السبت الماضي انتهاء الاستعدادات لخوض المرحلة النهائية من الحرب حيث قال بأن الضربات الجوية الأمريكية كانت لها تأثير يجابي كبير على الأرض لافتا إلى أن نحو التسعين في المائة من المدينة أصبح الآن تحت سيطرة القوات الموالية لحكومة فايز السراج حماد ابو سلطان لخدمة فداكين الإخبارية